يروى أن ضائقة اقتصادية ضربت قرية فوضع الوالي قدرا كبيرا في ساحتها وطلب من كل مالك بقرة وضع كوب من الحليب في القدر ليلة الأحد كبادرة للتضامن في وقت شدة في صباح الاثنين جمع الوالي أهل القرية فريهم وفقيرهم ورفع الغطاء عن القدر فإذا به ممتلئا بالماء الصافي كل صاحب بقرة قال في نفسه إن كوب مائه سيضيع بين أكواب الحليب لكن الذي ضاع حقا هو المرؤة والإيثار والتكافل وعندما تضيع هذه القيم يصبح حليب البقر أغلى من دم المشافة لا يدخل اسمكم بالسحب على 100 دولار كاش يوميا عملوا شير للفيديو تاك بالكومنت لتليتة من أصحابكم لايك وكومنت لإخير ثلاث بوستات وأكيد تفولو لحسابنا وحساب السبونسور جينا فود بروتكت المورد الأول لمنتجات الشرق الأوسط في كندا